غدا تنطلاق تمرين البيرق السابع أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ضرورة لسفادة من التمرين العسكري في رفع مساوى الجهزية والمحافظة على مفهوم التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية في الكويت على همش زيارته لهيئة العمليات والخطط للطلاع على مجريات التمرين أشاد الخضر بالجهود المبذولة من القائمين على التمرين والروح المعنوية المرتفعة لجميع المشاركين فيها مشيرا إلى أهداف التمرين والتي تتمثل بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع المستوى التنسيقي بين واحدات الجيش والقطاعات المشاركة